موسيقى عند مفارقة نفسي من جسد يحضري عندي بنطلب هنا تحضر اللحظة الخطيرة دي لما تحضر العدرة واضح في الصلوة دي ان في عقيدة عندنا ان الانسان لما بيخرج من الجسد الشياطين بيحبوا يخطفوه لانهم بيتحججوا انه هو عمل خطايا فهو من نصبهم بينما يكون صدر القرار الالهي بان النفس دي ياخدوها الملايكة الى الفردوس طبعا القرار الالهي يهمشي يعني ما فيش حد يعطل لكن فيه شياطين بتنبع حزير الكلاب فعشان كده الصلوة بنقول للعدرة ياو سمحت علي احضر اللحظة دي عشان تبقي سند لي عند مفارقة نفسي من جسد يحضري عندي لمؤامرة الاعداء الشياطين هزيمة ولأبواب الجحيم يغليق اللي قال لا يبتلعوا نفسي ما هو لو فيها فكرة المطهر كان هيبتلعوا نفسي بيتيجي تطلعني من المطهر لكن احنا بقول لها لا انا عارف ان انا مدين لكل اثم بحرس النشاط فعالت ولكل خطيئة بشوق وكتيرتها كابت ولكل عذاب وحكم استوجبت فهيلي اسباب التوبة يتساعد راء فانا بقول لها انا فعلا خايف لان انا استاهل بس انا عايز سندة منك تشيليني الشياطين يخافوا منك ببقى انا في حصنة امين في حضنك وتاخديني الى الفردوس يبقى انت اغلقت ابواب الجحيم بينك منعتيني من دخولها ليه العذرة مريم بالاخص سيدنا ليه في الملائكة ليه رأساء الملائكة هو طبيعي ان البشر لما بيتنيحه الله يرسل ملائكة ليأخذونا نفس البارة فاحنا عايزين حاجة اوفر بقى فهيئي لي اسباب التوبة يا سيدة العذرة فاليك اتضرع وبك استشفع وإياكي ادعو ان تساعديني لألا اخذى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرات الاعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلو نفسي عروس بلاعيب للخطن الحقيقي الاخوة الاخوة القديسين في المسيح السوع اهلا ومرحبا بك وفي حالة جديدة هي سلسلة جديدة بس مش هتبقى كلها ورا بعضها عشان يعني اه الظروف خاصة كده اه وقت باضطر اطلع برا السلسلة وعمل حاجة ثانية لكن طبعا هنكتب بها جزء اول ثاني وهكذا وبنعمة ربنا هعمل لها بلايليست اه من فضلك اعرف ان فيه في القناة حاجة اسمها بلايليست روح بص عليها عشان تتعلمها ازاي هي يعني معناها متقسمة بالموضوعات فهيضطها في بلايليست خاصة بها زائد هتبقى برضو في الجزء بتاع العدرة يعني هكون في اتنين بلايليست ماشي كده انوان السلسلة هتبقى هرتقات وخرافات مريمية في الاكبية هرتقات وخرافات مريمية مريمية في الاكبية اه النهاردة هناخد الجزء الاول عبارة عن يعني ايه ان العدرة معها معها مفاتيح الهاوية او البعض بيسميها الجحيم وايضا تحضر ساعة موت الانسان هي ما حد يموت بتروح له ماشي كده يعني دي الحاجتين فيه خرافة وفيه هرطقة اه قبل ما ابتدل الحلقة احب اشكر الاخ الراهب القبطي السابق الاخ فاي ازكا على مساعدته في اعداد اه هذه الحلقة عشان كان فيه معلومات يعني كنت لازم استشيره فيها بس فاته رهب سابق يعني كان بيسعيدني اوي في سهولة الحصول على المعلومات اللي ايه في دماغي بس مش عارف فين بالزبط فطلع دي في السنكسار ودي ما عرفش كده يعني ماشي كده فسعيدني بسرعة في الصفحات يعني ربنا اعوضك ويبركك اخ اه فايق اه اه اجعلك نور لهذا الجيل يعني برضو قبل ما ابتدي الحلقة فوقرك تشترك في القناة من فضلك اه لايك للفيديو وشارك على السوشيال ميديا بحاجة كويسة اولا مقدمة سوم الستة العدرة سلام الرب الحلها داخل اهو ماشي كده عشان كده عن قط عط دي كده الذي يقدسه التقليديون اكتر من اي سوم ثاني وبقى تمجيد للعدرة زفن سورة العدرة دي عبادة اوسانة بخور قدام السورة اه يعني هتسمع تسمع حاجات عن المسيح كده في السكة عرضا لكن التمجيد والتسبيح وطلب الغفران كل منين بقى ليه العدرة سلام الرب الحلها دي ام المخلص ده المخلص بيرسموه عائل صغير كده يعني هو انا قلت كزا مرة التعبير ده ده اله سغنن كده يعني تحت ايه وصاية امهين الحاجات دي كلها عبادة اوساني اخي او اختي لو مش عاقبك الكلام عادي تحرمه معلم الاجيال دهك عليكم وقال لكم فيه بقت سجود عبادة وسجود احترام ومعرفش فاعة توسلية وكفرية فلبسته فالحيط تروح تراجع لحلقة اربعة وعشرين ورجع على البلاي ليست بتاعة العدرة وقرأ عشان تعرف سوم العدرة ده اصله ايه وتعرف انهم بيكذبوا عليك في كل مش في كل ايه مش في كل سطر في كل كلمة بيقولوها لك بخصوص سوم العدرة واصله وفصله وكلام ده بكل بمناسبة بقى هذه يعني المناسبة بتاعة الصيام كده فحنخش عن العدرة جوه الاجبية دي قصة كبيرة اوي كلها هارتقات وايضا بعضها خرافات زي ما نشوف النهار ده دي كانت النقطة الاولانية بالنسبة للمقدمة النقطة التانية هنقرأ ايه كده من سفر رؤية اصحاح واحد فلما ده يحن بيتكلم شاف شخص كده فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف انا هو الاول والاخر حلو كده والحي وكنت ميتا يبقى من ده شخص رب يسوع المسيح له وحده كل المجد والبخور ده لو كان في بخور اصلا بس احنا بخورنا والسلام والسجود والاكرام والاحترام ومش لحد تاني وهانا حي الى ابد الابدين امين ايوه ايوه احفظ اللي جاي بقى ولي مفاتيح الهاوية والموت يبقى مفاتيح الهاوية البعض بيسميها عقوة الجحيم ماشي كده لكن المفاتيح فين في ايد مين حتى بقوله مفاتيح الهاوية والموت في ايد مين في ايد الذي كان حيا وهو الوقت ميت السوري الذي كان ميتا وانا حيا الى ابد الابدين وانا برضو الاول والاخر ماشي كده طبعا دي من الايات اللي تؤكد ايه لهوة المسيح لانه هو الاول والاخر بس اللي همني انا قلت دي بس عشان في بعض المسلمين بتروني يعني بلس اللي همني ان مين اللي معا مفاتيح الهاوية والموت رب الماجد شكرا عشان نشوف بقى دلوقتي ده العادرة يا حبيبي اللي معاها ده مش بقولك فيها ارتقاط وفيه خرافة حيث انها الحلقة الاولى في السلسلة فسوف نتكلم قلينا عن الاجبية الاجبية فيها يعني بيقولوا سبع صلوات بغض النظر عددهم سبع ولا اكتر ولا اقل يعني مش هادي القضية نمرة واحد هي اسمع الحتة الجميلة الجادي مجهولة المصدر ومحدش عارف اسمع اللي حقول لك اللي جاي ده آآ جميع الصلوات التقصية في الكنيسة الابطية الارزوكسية تبدأ به طبعا يقولوا يا بنا لازم بس بقى دي كمقدمة كده يعني وبعد كده لازم يقولوا صلاة الشكر حاجة جميلة على فكرة يعني صلاة الشكر دي بقى محدش عارف اصلا مين اللي كتبها وطبعا حيتمرع علي حد يعني وفعلا فيه واحد قال لي احنا استلمناها من ماري مورقوس بقولك ماري مورقوس سلمها المعرفش لانيانوس بالمناسبة بترك الاول ما كانش بعد مورقوس ما كانش انيانوس بالمناسبة يعني بس عد دي ده ده حاجة تاني القصة تانية خالص القصص كلها كذب المهم سلمها الانيانوس وبعدين نحك اكد لي يعني قال لي وفيه مخطوطة انا عايز الكلام حكي عن مخطوطة دي وكانت اسمها حتى الجميلة دي قال لك باليوناني وبالعربي فطبعا اتقفش قلت له هو كان فيه عربي بعدين قال لي دي كانت لقوه بقرن الاربعة عشر بس انا عايز ارجع لنقطة المخطوطة اوعى تتخض كل الواحد يقول لك ايه دي مخطوطة لا دي ممكن تبقى ملخبوطة ومش لخطوطة حبيب قلبي مخطوطة يعني مكتوبة بخط اليد فممكن فعلا يقول لك القرن الاربعتاشر ما هو الطباعة بتدت في القرن الستاشر فمش كل ما تسمع مخطوطة يبقى معناها قرن اول وتاني لا 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 ده معناها زاد بيكونوا وقت بيكذبوا عليك عادي يقول لك لقينا مخطوط في دير معرفش ايه لقيت مخطوط في دير ايه طب واي يعني القديرة عمرها يعني بالكتير قوي ايه اللي ترجع للقرن الرابع مش قبل كده فكانت الكليسة فسدت يعني فما تتخضش من كلمة مخطوطة المهم كده لكن هاجبلك بقى طبعا لما قلت للاخ ده ده معلم الاجيال بيقول مش عارفين يظهر ما كانش عنده دراية على فكرة فالاخ يعني كان مهزب يعني بس يعني قال اه مخطوطة وطقرنا الاربعتاشر قلت له تبهو ده كلام مهر مرقص بقى وطقرنا الاربعتاشر لما قلت له بيقولك بالعربي وكده فلو حديقة تقول لي تقول لي معرفش ايه مخل فهدي لان السيدك شنودة المش عارفين طبعا دي كلام ايه بقى يعني حاجة عار ووصمة عار في تاريخ الكنيسة استنى الام دي واحدة المحرومة منذ مجمع خلق دونيا ها ان حاجة زي كده مش عارفين تاريخها هي طبعا الصلة جميلة ما فيهاش حاجة على فكرة يعني انا متعلم فيهاش حاجة غلط لاوتيا يعني لكن مين بقى كتابها ما انتش عارف دعيب عليك يعني عار عليك مش كده بس بعد كده الاجبية تحشر فيها حاجات هي دي البوينت بقى الاجبية دي مزمير جميلة وانجيل جميل بس فيها قطع مليانة هرطقات وخرفات هو ده الموضوع بعض يعني سم في العسل مين بقى اللي حطيلك كده انت مش عارف وعملت ديش انا حافظ اجزاء كثيرة جدا منها خصوص صلاة الغروب وصلاة نص الليل كان بتساهدني قوي كده ان انا قضي خدمة الجيش بمبقاش يعني مالل فيها المهم ما علينا علشان اكيد لك ان محدش عارف عشان محدش يتطاول عليها هاجيب لك معلم الاجيال تتفرج عليه بينطق بلسانه انه محدش عارف وحاول وما وصلش لحاجة نتفرج على معلم الاجيال ونرجع تاني ايه يعني قررت في كتاب الفلاني جايز الكتاب الفلاني مش مظبوط تقرأ وتحقق وتدرس وتقرأ مراجع اخرى وتشوف الرأي والرأي الاخر وتبحث من دم الاشياء التي تحتاج الى تحقيق في التاريخ غير معروفة لكثير من الدارسين يعني مثلا حاولت اكثر من مرة انني ارسل احد اولادنا الى الخارج ليدرس تاريخ الطقوس ليدرس ايه تاريخ الطقوس فكان غالبهم غالبيتهم يستسهلون موضوعا معينا ولا يدخلون في تاريخ الطقوس يعني هي الاخرطة يعني مثلا خد الأجبية مين اللي وضع ترتيب الأجبية زي ما هي موجودة عندنا ومين اللي اختار المزامير زي ما هي موجودة عندنا ومين اللي قال القطعة دي كلها زي ما موجودة عندنا ومين اللي وضع صلاة الشكر ومين اللي وضع الثلاث تقديسات ومين اللي وضع قطعة الأجبية بتاعة باكر والثالثة 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 إلى آخر أو القطعة المشتركة زي آخر كل الصلاة ارحمني يا الله سبحانه ارحمني ايمن في كل وقت وفي كل ساعة السماء وعلى البرضي الاخر شفت يا عم طلع مش عارف دي كانت النقطة نمرة 3 في المقدمة اهو انتو منتوش عارفين محدش عارف النقطة نمرة 4 اللي كان متعود اللي كان متعود على زيارة دير ابو مقار قبل ان يتم تسليمه لمعلم الاجيال يعرف كويس قوي ان القطعة التالتة في الاجبية ما بيصلهاش اه الحتة دينا محتاجة اشرحها شوية ايه ما حتة القطعة ومعرفش ايه لاننا عارف طبعا حتى اللي بتفرجوا وقوموا الارتزوكس ولا داريانين بأي حاجة اه صلاة الاجبية لما يقولك باكر تالتة ستة تسعة غروب نوم ادي ستة يعني دول ستة ستة صلاوات وبعد كده عندك فيه صلاة سمية صلاة السطار يقولك دي خاصة بالرهبان انا شخصيا حافز انا جيلها وقطحها وكله وتحاليلها وكله وبعدين في عندك صلاة نص الليل متقسمة ثلاث خدمات ماشي كده كل صلاة من دول اه فيها حاجات اه يعني ايه بتتقال اه ثوابت يعني زي صلاة الشكر سبتة في كله وبعدين مثلا فيه قطعة الاخر كده ارحمنا الله سو مرحمنا ستة في كله اه دي كتابات ناس لكن مش من الانجيل لها في سؤال حلو كده الصلاة مكونة تبتلي بقى بنا اللازي بعدين صلاة الشكر وبعدين المزمور الخمسين كل الصلاوات بتبتلي كده ماشي كده وبعدين فيه مزمير بعض الصلاوات فيها غالبا اتنشر مزمور بعضهم اكتر بعضهم اقل مش دي القضية يعني لا شري ما فيش حاجة اعلى من اتنشر اتنشر اكتر بعد المزمير المزمير دي نصوص من الكتاب المقدس وبترجمتها يعني تقريبا بيقولك الترجمة السبعين هي مش كده القضية بعد المزمير فيه حتة من الانجيل جميلة جدا وصح مية مية ايوة تعالى بقى هنا في الغلط بعد الانجيل فيه حاجة بيسموها بقى القطعة القطعة دي عبارة عن صلاوات صغيرة ونهاية القطعة الاولى يقوله يعني المجدول للاب والابن والروح القدس جميل والقطعة التانية بتبقى برده بس ده كلام موجهة للرب على فكرها القطعة الاولى دايما موجهة للرب القطعة التانية تبقى برده موجهة للرب وبعدين يختموها بايه كنين كااين كاستوسي أون أمين يعني الان وكل اوان وإلى ظهر الظهور أمين بقدرة قادر حطوا قطعة ثالثة او موجود قطعة ثالثة دايما بقى تخص العدرة يعني بتهال العدرة زي ما هنشوف النهاردة بحتة في صلاة الغروب دي بقى بتحويها ارتقة ويختموها بقى ايه بكنين كااين كاستوسي أون أستوني أون أمين يعني كاين بقولوا زوك سباتري مرة واحدة لكن كاينين بيقولوها مرتين مش منطق صح كده حلو أول اللي حصل بقى انا قلت المقادر الحتة دي عشان تعرف تركيبة الصلاة بعض الصلاوات زي الثالثة والستة والتسعة بعد الثلاث قطعة دول فيه ثلاث قطعة تانين بنفس الطريقة الاولة والتانية تخص الرب والثالثة تخص العدرة برضو هارتقى انا ليه بقول لك الكلام ده لان اللي كانوا بيزوروا ديرابو مؤار يعني قبل ما يتم تسليمه لمعلم الأجيال ما كانوش في ديرابو مؤار بيقولوا القطعة التالتة وليه؟ قالوا احنا لقينا اجبيات قديمة قوي ترجع لتواريخ قديمة ما قالوش التاريخة امتا؟ ما فيهاش القطعة التالتة اللي هي قص العدرة زي ادلقوا ان جو القطع فيها هارتقات انا عشان كده عاملي السلسلة دي بقى اللي هارتقات والخرافات اللي موجودة في القطعة التالتة في كل هتبقى القطعة التالتة لو هم ثلاث قطع بس او هتبقى في القطعة التالتة في المجموعة الاولى والقطعة التالتة في المجموعة التانية يعني لو الصلاة فيها ست قطع هتبقى القطعة نمرة ثلاثة ونمرة ستة الصلاة الغروب فيها ثلاث قطع بس مش ستة فيهم قطعة اللي حندرسها. اه الحلقات دي والحلقة الجاية. اه عشان فيها تحوي هرتقة وخرافة. هناخد الهرتقة الحلقة دي والخرافة اللي حلقة الجاية. عشان عايزين نحفظها. يعني ماشي كده. فادي التركيبة. ماشي بتاعة الصلاة بصفة عامة. ماشي كده. فما كانوش بيقولوها في دير ابو مقار القطعة الخاصة بالعدرة. ما كانوش بيقولوها في دير ابو مقار. وطبعا ده كان بيستفز جدا من معلم الاجيال. طبعا القضية بتاعة القطعة العدرة الخاصة بالاجبهية مش هده اللي كانت المشكلة الوحيدة دي. دي ولا حاجة بالنسبة للخلافات اللي كانت بين معلم الاجيال والدير يعني او او الاب مات المسكين بصفة خاصة يعني. اه نخش بقى ايه? في سانيا. سانيا بقى الهرتقة والخرافة. حنقولهم لانهم مع بعض مدمجين وبعدها هناخد نموذج للخرافة الحالة جاية عشان الوالد. احنا قلنا الصلاة بيبقى فيها بعد الانجيل في قطعة. وبعد القطعة بتقول اجيوز او قدوس قدوس. بعدين احيانا قانون الايمان. بعدين اه تحليل وبعدين في قطعة بتتقلب الصفة عامة كده يعني. تكرر فيسببوها صلاة بتتقلب ختم الصلاة. ارحمنا الله سم ارحمنا. يمن في كل وقت في كل ساعة في السماء ولا ارض مسجود له ومجد الى اخره يعني. طيب. احنا بقى الحلقة دي بندرس بقى القطعة التالتة في صلاة الغروب. ماشي كده? اللي بتقول ايه بقى? الصلاة التالتة دي? هما الاولى والتانية يخصوا الرب. كلام جميل مش بطل يعني. لكن القطعة التالتة دي هرتقة وخرافة. بيقولك لكل اسم بحرس النشاط الفعال. ولكل خطية بشوق واكتهاد ان ارتكبت. ولا كل عذاب وحكم استوجبت. طبعا القفيات دي تأكد لك ان دي مكتوبة باللغة العربية الفصحى. وده معناه انه طبعا ايه? في عصر اللغة العربية. ماشي كده? يعني مش قبل القرن. يعني انا متصور. مش قبل القرن. يعني لو قلنا العرب جون في قرن السابع. مش قبل القرن امتقل العاشر على بل مفاقوة يعني. احسن حد يقولك دي تسليم من من المسيح نفسه ولا اللي استلمها من مرمو رؤس والكلام ده كله. ما علينا. بعدين يقولك بيخطب العدرة بيقول لها فهيئ لي اسباب التوبة ايتها السيدة العزراء. ازاي العدرة تهيئ لك اسبابة فهمني يعني. يعني ايه تشجعك يعني? طب ربنا راح فين? اما لما الكتاب يعلمنا توبني فاتوب. لانك انت الرب الىي. ارمية واحدة ثلاثين. توبني فاتوب. وحتلقى على كتير قوي في المزامير يعني وغير المزامير. ان احنا منطلب يا رب انت اللي تتوبني. انت اللي. ما العدرة مش هتنفعك يا حبيب. العدرة جسدها طراب. وروحها في الفردوس. او هتقولي في العرش والكلام ده كله. يوحنى في صفر الرويق لما راح ما شفهاش هناك. نكمل. فهيئة لي اسباب التوبة ايتها السيدة العزراء. فاليك اتضرع. وبك استشفع حبيبي مش داريانة بك انت ماشي بتجري وراء السراب ووهم. اجري وراء المسيح. روح تطلب من الرب. هو اللي يقف معاك. هو اللي ينجدك. هو اللي يتوبك. نكمل. فاليك اتضرع بك استشفع وإياك ادعو. لا ان تساعديني لألا اخزى. وعند مفارقة نفسي من جسدي. ايوه. استنى بقى. اه تعمل ايه? بقول له وعند مفارقة نفسي من جسدي. احضري عندي. استنى. ده دفقنا في البلاوي دلوقتي. ازاي العدرة? هتيجل حضرتك ساعة الموت. اولا هنشوف جاية ليه? الموضوع مصيبة تانية. في كم الف بنا ادم بيموتوا يوميا? ده من بالنسبة للجماعة اللي يعني اللي بيمونوا بالصلة دي. سواء الباطل او لو فيه يعني طواف اخرى بتؤمن بنفس الصلة او بمعنى هنا. كم الف بنا ادم حول العالم بيموتوا يوميا? ولازم العدرة تروحوا فيه صراع هناك على فكرة في ايه بيقول لك بيمؤمنين كده ان ساعة الموت بيتيجي شهياتين ويتيجي ملايكة وكل واحد عايز ياخد الواحد عنده. ماشي كده? وبعدين في نفس الوقت فيه كم واحدة بتولد عملا تطلب شفاعة العدرة? وفيه كم واحدة عنده انترفيو بيطلب شفاعة العدرة? وفيه كم واحدة عايزة تتجوز بتطلب شفاعة العدرة? وفيه كم واحدة عايزة تخلف بتطلب شفاعة العدرة. وفيه كام واحدة بتعمل عملية وكم واحد بعمل عملية وطالب شفاعة العدرة. وفيه كام واحد من السافر بيطلب شفاعة. ايه ده? ايه ده? ده انتم عايزين ايه? عايزين يعني بلا شك فعلا فعلا محتاجين اله. فدوروا لكم على اله يا اخوانا. دوروا على اله يا اخوانا. الكلام ده كله كذب. ده دي حاجاتها يعني فعلا سيقاك وعلى على 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 الجحيم اللي هم تطلبوا ان العدرة تقفلها. هنشوف دلوقت. اذا. اذا. العدرة مش مش. طبعا اما بحبوا بقى يقولوا بقى كلام سخ كده. انتم مش بتحبوا العدرة والادسين. مش هعلق يعني. حجة سخيفة سخف. انتم بتعبدوها. وطبعا معلم الاجياء اللي بسكوا في الحط. وقال لكم لا ده سجوده عبادة وسجوده احترام ومعرفش ايه والكلام ده كله. وده كوا شغالين. نكمل بقى. اللي بيقول لها ايه بقى يا حضر عندي. اه? ولمؤامرة الاعداء اهزمي. هو حد شفناه في الكتاب بيعلمنا ساعة الوفاة. ان بقى اه فيه سراع كده ومؤامرات وفيه شاطين وملايكة. ما هو دي اللي حنشوفها بعد شوية اه اه في السورة هبقى في الحلقة الجاية. النموزج من الخرافة ديت يعني. اه ان بيبقى فيه شاطين وملايكة جايين ومؤامرة. اه. ولمؤامرة الاعداء اللي هم الشاطين اهزمي. اسمع بقى اللي بعدها. الكارسة اللي بعدها. احنا لسه قريين في سفر الرؤية صح واحد. ان مين اللي ليه مفاتيح الهاوية والموت رب يسوع. اسمع هنا بيقولوها ايه? ولأبواب الجحيم اغلقي. اذا افهم من كده ان العادرة معها مفاتيح ابواب الجحيم. احنا لسه قريين ده عند المسيح. وليه مفاتيح الهاوية والموت. الهاوية والجحيم يعني تسميتين يعني فيه ناس بتقولها كده ناس تقولها كده. لكن مقصود بها المكان ده يعني. ماشي كده? ولأبواب الجحيم او اغلقي. ازاي يعني هي اللي معها? طيب. عندنا عدة تساؤلات يعني. اول تساؤل يعني. طب ما تقفلها مرة واحدة. ويبقى خلصت قصة على كده. اه انا افتكرت. انا افتكرت. وطبعا كل واحد فيكم لازم يعرف دلوقتي. ده لازم بعد كده تفتحها تاني عشان ايه? البروستانت يخشوا في الجحيم. نقولها تاني. ما هو لو كل واحد يقولها تعالي عشان تقفلي ابواب الجحيم. كانت تقفلها مرة هذا وتخلص. لكن بتتفتح تاني. بس برضو من اللي بيفتحها? اه اكيد ايه اللي بتفتحها. عشان البروستانت يخشوا فيها. يا للعار. والأبواب الجحيم اغلقين. حبيب قلبي بحسب الكتاب. الذي له مفاتيح الهوية والموت هو مين? الرب يسوع المسيح الذي له وحده كل الاكرام والسجود والعبادة والاتهانة والتمجيد والتسبيح. مفيش كده. هتلي مزمور واحد اه بيسبح لحد تاني غير الرب. ازاي العدرة هتفتح? هتغلق مفاتيح الايه? اه بيقولها الاول مؤمرة الاعزاء اللي هما هيشد ده عايز ياخد عايز ياخد. ولا وايه? والأبواب الجحيم اغلقين. دي هرتقة. دي بقى اللي موجوده ده في ايه? ايه? صلوات الاكبية اللي بيصلي بالاكبية. لغاية لما نتقبل في حلقات جاية. هتلاقي القطعة التالتة هرتقة. بيعمل ايه? بياخدوا مال المسيح ويحطوه مين بقى? للعادرة. او بياخدوا مال المسيح ويحطوه للأسطف والبترك من النبوات. انت هو الكاهن الى الابد على اكز مرقوت يعني اه اه مبارك اللي قاتي باسم الرب. الكلام دي كله نبوات عن المسيح عن المسيح فقط. تاخدها وتحطها على شخص تاني. دي هرتقة وتكديف. والحقيقة يعني وقاتك بيضة. ماشي كده. اه بنعمة الرب. الحلقة الجاية. هناخد بقى نموذج من القصص الهزلية بتاعت ايه? ان لما احد بيموت. اه بيجي شيطين وملايكة. ده عايز ياخد ده او ده يقول له ايه? ده يقول له ايه? ده يقول له ايه المهم? خلصت الموضوع وهي دي القضية الكبيرة. لان ما فيش نعمة عند الارثوذوكس. بتخلص بها. ده بتخلص باعمالك. بيخيق بها يقولك ما يلي. ان حتى بعد ما تموت زي ما احنا اخد القصة الجاية. يعني في العلقة الجاية. بعد ما تموت. وروحك طلع للسماء. ده في قصصهم كده. الشياطين لسه وراك. عايزين يوقعوك في الغلط. بحيس ان ممكن حتى قبل ما رجلك تخش جوه السماء. هم بيقولوا كده. ممكن يسقطوك. وياخدوك عندهم بقى. فيفضلوا وراك زي ما هنشوف القصة الجاية. بيحاولوا يوقعوك فين? في الغلط. فعشان ايه? ما تخشش السماء ولكن ايه? تخش الجحيم. بس انت انت ضمنت بقى من عدرة قفلت الجحيم. يعني حتى لو خدوا روحك وحيروحها لمئفول. مغلق للتحسينات. فوت وحيته تاني عشان كان في جماعة بروس تنتيماتو يعني. من فضلك اشترك في القناة لو انكنت اشتركت. لايك للفيديو وشارك على السوشيال ميديا وانت انا ربما جئي. نتقابل في حلقة تانية. سلام وننسيكم معكم. اشتركوا في القناة